موسيقى مساء الخيرات قصتنا لليوم قصة جريمة مختلفة عن كل الجرائم اللي عنا في القناة من ناحية سلاح الجريمة المكان اللي نفذت فيه التوافع اللي من وراء هاي الجريمة اللي هي عبارة عن خليط من المشاعر والغيرة والفلوس يعني شيء عجيب صدقاً رح نسمع تفاصيلها وبالمناسبة حتى الحكم اللي صدر على الجاني في النهاية كان بالنسبة اللي غريب نسمع التفاصيل بعد الفاصل قصتنا صارت بتاريخ عشرة أكتوبر من العام 2013 وفي مدينة معروفة من مدن الولايات المتحدة الأمريكية واللي هي سان أنتونيا من أكبر مدن تكساس من ناحية عدد السكان وأيضاً من أكبر مدن الولايات المتحدة من ناحية عدد السكان تقريباً رقم سبعة بحسب طبعاً المصادر مش معلومات من عندي في هالمدينة الجميلة بتعيش عائلة مكونة من الزوج واللي كان اسمه بيل هول جونيير عمره خمسين عام زوجته واللي كان اسمها فرانسيس هول وعمرها خمس وخمسين عام بالإضافة لولدين من أولادهم هالشخصين والمتزوجين على مدى أكثر من ثلاثين عام في فترة من فترات حياتهم بيبدوا يتعرضوا لبعض المشاكل اللي أكيد كالعادة بتتعلق بخيانات الزوج ويمكن بتعرفوا أنه بالعادة لما يكون فلوس بالموضوع الأمور بتكون أعقد أكثر لأنه التنافس فعلياً بين الزوجة والعشيقة على الأغلب بيصير على الفلوس أكثر ما يكون على الرجل نفسه الشخص واللي هو بيل هول عنده أسطول من الشاحنات ويقال أنه ثروته بهذاك الوقت كانت تقدر بـ 15 مليون دولار بيل بد حياته العملية بشراء شاحنة واحدة في عام 1980 وبعد هيك اتطورت الأمور لما صار عنده أسطول كامل من الشاحنات ويقال أنه أصلاً من أكثر البزنس اللي كان ناجح فيها المجال في منطقة سان أنتانيو هلأ خلال هاي المرحلة مين اللي كان موجود معه أكيد هي زوجته وكانت تدعمه بكافة الوسائل فجأة بتظهر في حياتهم سيدة أو فتاة عمرها 28 عام اسمها بوني كونتريرس وبتنغلب حياتهم رأساً على عقب بحسب كلام بوني فعلاقتها بها شخص استمرت على مدى ثلاث سنوات وأنه هي ما كانت تعرف أنه متزوج إلا بعد شهر كامل من العلاقة هلأ هو شخص ثري وببدأ يدللها بتعرفه الأثرياء لما يكون عندهم عشيقة بيكرموا عليها أحياناً أكثر من الزوجة وببدأ يدللها بفلوسه بطريقة أصلاً هي لو كانت بدها تنفصل عنه صعب إنها تنفصل بقدم لها الهدايا الرحلات الفايب ستار وبتعيش حياتها بوضع أو مستوى مادي ما كانت تحلم فيه أصلاً هلأ هي بتدعي إنه علاقتها فيه كانت علاقة حب وما إلها علاقة بالفلوس نهائياً وبتحكي إنه في مرة من المرات سألته لما عرفت إنه متزوج هل أنت متزوج بيحكي لها نعم وإنه أنا ببحث عن الطلاق لكن بتحكي بعد هيك أنا ما رجعت فتحت معه الموضوع نهائياً لأنه أصلاً يعني مش مناسب إلي إني أفتح هالموضوع ومش دوري إني أسأله في قصة زي هاي وإي داوتت يعني أنا متأكدة إنها هي كانت مصرة عليه على موضوع الطلاق في المقابل المصادر الأخرى بتحكي إنه مستحيل هالشخص واللي هو بيل كان يفكر بطلاق زوجته اللي هو متزوجها من لما كانوا بالهاي سكول وتقريباً إنهم 32 عام متزوجين وعلاقتهم كانت رائعة جداً المحيطين فيهم بيحكوا إنه هي إنسانة رقيقة مهذبة والكل كان يحبها في المجتمع اللي هي بتعيش فيه وفيه مصادر بتحكي إنه هو تورط في هاي العلاقة لفترة مع بونية وحاول يتخلص منها لكن ما كانت الأمور سهلة ليش ما كانت سهلة لأنه هي أخذت له العديد من الصور بتعرفه فيه أوضاع حميمية وهالشي ممكن إنها تنشره كانت تتهدده فيه بحسب بعض المقربين لهيك هو كان حاسس إنه لازم يجاريها لمرحلة معينة هاي السيدة دخلت في تفاصيل حياته لبل وعرفت الكثير من أسرارها لدرجة صار صعب إنه ينفصل عنها وبالمناسبة هالشيء خطير جداً ممكن يكون عنده أسرار في البزنس ممكن يكون عنده أسرار في حياته الخاصة أحياناً الرجال بيسروا بهاي الأمور للعشيقات وأكيد هالشيء خطير في النهاية هو صار غير قادر على التخلص منها مش لأنه بيحبها بحسب كلام المحيطين لا لأنه خايف منها وفعلاً في مرة من المرات بوني بتتواصل مع الزوجة فرانسيس وبتخبرها عن تفاصيل العلاقة اللي بينها وبين زوجها وهون بتبدأ حرب المسيجات بين هالسيدتين واللي هم بوني وفرانسيس بيبدو يبعثوا لبعض مسيجات مكالمات وبتعرفوا السيدات لما يكونوا في حالة اموشنال زي هيك شو ممكن يحكوا ويكتبوا يعني كان الوضع اكثر من سيء وطبعاً هاي المسيجات يقال انها كان فيها لانجوج صعب بتحكي فيها بطريقة سيئة مع الزوجة بما معناه انه انت سيدة متينة سيدة عجوز فارغة من الداخل هيك زوجك ما بيحبك وبيحبني انا الفتاة الشابة وكل هاي الامور السيئة غير هيك يا ريت تتوقف الموضوع عند المسيجات الموضوع كان اكبر لما بدت تبعث مجموعة من الصور لها مع زوج فرانسيس في اوضاع حميمة وحتى فيديوهات ولكم تتخيلوا هلا ردت فعل الزوجة والحالة العاطفية اللي دخلت فيها ولما سألوها انه ليش بتعمل هيك بتحكي انا كنت ادافع عن نفسي وارد على هاي الزوجة اللي في المقابل ايضا كانت تستعمل الفاظ سيئة معي وانتوا احكموا انا برأيي العشيقة اللي بدت المشاكل بنته لابيل واللي كان اسمها نيكي بتحكي انه بوني كانت تحاول انها تهدد والدتي وحتى تهدد والدي والدليل على ذلك انه في مرة من المرات بتزته بطريقة غريبة جدا واللي هي انه كانت حامل وفي فترة حملها اقترح عليها بل انه تجهد الحمل مقابل اجهاض الحمل طلبت شيء ثاني واللي هو انه يعملها عملية تجميل لصدرها وبتعرف عمليات تجميل جدا مكلفة في الولايات المتحدة ووافق على الموضوع دليل على انه هي فعلا سيدة في النهاية تبحث عن المال بوني في المقابل بتنكر انه هي اجهضة تحملها لانه كانت مقابل مبلغ مادي بتحكي بطريقة انه هي اجهضة لأسباب طبية هلا خلينا نرجع لموضوع مهم جدا واللي هي انه ما توقف الموضوع عند هاي المسجات لا بدت هاي البنت واللي عمرها 28 عام تتبع افراد العائلة تتبع الزوج في كل مكان ممكن يتواجدوا فيه وبحسب كلام نيكي واللي هي بنت لابل فبتحكي انه في مرة من المرات بوني هددت والدتها بانها تروح لها على مكتبها وتضربها امام موظفينها واضح جدا زي ما انا بحكي انه الهدف في النهاية انها تفصل الزوج عن زوجته وتنفرد فيه اكيد وخلال هاي الفترة اصلا هم ما بيكونوا يعرفوا بعض وجها لوجها اكيد من خلال الصور وغيره لكن ما بيكونوا تقابلوا بتاريخ 13 اكتوبر من العام 2013 الحظ هو اللي بيلعب دور او الصدفة ما بعرف بيلتقوا هدول السيدتين على طريق بسموه 1604 هايوي في منطقة سان انتونيو واحنا بنحكي عن مدينة كبيرة جدا شوفوا الصدفة كيف جمعتهم اذا كانت الصدفة والله اعلم فرانسيس بتكون تحضر مباراة كرة طائرة لبنت اخوها او بنت اختها وراجعة من هاي المباراة وبتوقف على اشارة ضوئية في سان انتونيو واحنا بنحكي عن مدينة ضخمة جدا هنا بتشوف زوجها الوسيم بيل على دراجة هارلي وسيدة اخرى بتركب سيارة العائلة الرينج روفر واللي يقدر قيمتها ب130 الف دولار تخيلوا الصدمة اللي هي فيها هاي السيارة تخصها وتخص عائلتها وفي سيدة اخرى بتركبها بوني بتحكي انه بهديك اللحظات نظر الها بيل وحكى لها انه بيحبها في المقابل هي ردت عليه وحكت له انها بتحبه اكيد هو مش شايف زوجته بهديك اللحظة ولما تحولت الاشارة لخضراء بينطلق الجميع نيجي للزوجة واللي هي فرانسيس بتحكي انه بهديك اللحظة انا شعرت انه زواجي اللي عمره 32 عام بينهار امامي وزوجي اللي كان هو كل شيء في حياتي هو الان مع سيدة اخرى وشفت كل الدنيا سواد وبطلت افكر باي طريقة صحيحة بتقرر انها تعمل يوتيرن وتتبع هالسيدة اللي راكبه سيارة العائلة فرانسيس واللي كانت تقود سيارة ضخمة بلاك كدلك اسكليد بدت تتبع هاي السيدة اللي راكبه سيارة الرينج روفر ويحسب كلامها انه انا عرفت انها هي عشيقته وقررت فقط اني اواجهها في المقابل بونيب تدعي انه لا هي ماش كانت بس تتبعني حتى تحكي معي لا هي كانت تضرب سيارتها بسيارتي اكيد كان هدفها تقتلني وبستمر هالسباق الغريب وبونيب تدعي انه خلال هاي الفترة هي صدمة سيارتها اللي هي فرانسيس صدمة سيارتها تقريبا 14 مرة هلا اللي بصير انه بيل واللي هو الزوج شايف كل هاي الاحداث ويبدو انه بيحاول يتابعهم ويوصل معهم لنتيجة يمكن يهديهم ما بعرف كيف كان خاطر عباله انه يتبعهم في النهاية فجأة بتضرب سيارة فرانسيس واللي هي الزوجة بدراجة الهارلي وتخيلوا انتو الوضع سيارة ضخمة بتصير بسرعة كبيرة جدا تضرب دراجة على الطريق السريع اكيد رح يكون الوضع سيئ هلا في مصادر اخرى بتحكي انه ما كان الوضع زي هيك ابدا بونيه هي اللي كانت الدوس بنزين احيانا ترجع والدوس بريك وكأنها بتستدرج هاي السيدة واللي هي فرانسيس حتى تتبعها خلال هالرحلة العجيبة الغريبة الحادث بيصير مع الزوج واللي هو انه دراجته يعني بتتجاوز الطريق على طول بيتواصلوا مع 9-1-1 ولما يوصلوا بيكون في حالة سيئة جدا يقال انه هنا السيدتين لما عرفوا انه هو تعرض لحادث خلاص بدوا يهدو وبيرجعوا على مسرح الحادث واثناء وجودهم في مسرح الحادث بيكون اكيد موجودين رجال الشرطة بينتبهوا على سيارة فرانسيس انه في عليها بعض الكدمات لا السيارة ما بيكون عليها كدمات دربات بيكون عليها بعض الدربات والمرأة الخلفية لها مش موجودة وبيسمعوا سيدة بتحكي بطريقة انه اللي ضرب الدراجة هو سيارة الكادلك وبالتالي هي فرانسيس فرانسيس لما تسمع هالكلام على طول بتغادر مسرح الحادث هلا هاي النقطة بتكون ضدها اكيد لانه في النهاية زوجها بيموت وفي اللحظات الاخيرة المفروض انها ضلت معه لاخر لحظة اكيد وبعد عدة دقائق بتم القبض على الزوجة واللي هي فرانسيس بيكون عمرها بهديك الوقت تقريبا خمسين عام مش معروفة ابدا عنها انها لها اي سجل اجرامي لكن اكيد لازم التحقيق معها في المقابل هي موجودة في مركز الشرطة في المقابل زوجها في المستشفى بيتم الاعلان عن وفاته واكيد هلا لازم يصير محاكمة والمحاكمة بتكون الدراما على مستوى تكساس لا وعلى مستوى الولايات المتحدة الامريكية كل واحدة فيهم بتحاول تثبت انه هي كانت تحبه لبل ومستحيل كانت تفكر في ايذاؤه في المقابل الزوجة بدها تحاول تحكي بطريقة انه الموضوع ما كان اكثر من حادث وهي ما لها علاقة فيه اكيد انتوا عارفين انه في النهاية رح توجه لها تهمة القتل لانه الزوج قتل لفرانسس فعلا بيوجه لها تهمة القتل والاعتداء وبصير السجال في المحكمة هل الموضوع موضوع حادث عادي ولا كان مخطط له والزوجة كانت قاصدة في هذيك اللحظات انها تقتل زوجها المحامي الخاص بفرانسس بيحكي بطريقة انه الموضوع كان مش اكثر من حادث هو كان يتبعها بدراجته يحاول يتواصل معها يحكي معها فجأة الدراجة ايجت او ضربت في خلف سيارة الكادلات وبتعرفوا يعني اتنين سريعين لهيك صار الحادث انقلبت دراجته وتوفى في المقابل بوني بتحاول تثبت انه لا الموضوع كان مقصود وانه هي كانت قاصدة انها تضرب الدراجة واكيد انتو عارفين ليش المحامي بيحاول يظهر الموضوع على انه حادث لانه اذا ثبت انه جريمة متعمدة فهي رح تحصل على الحكم بالسجن مدى الحياة المهمة بينتبهوا لقانون مهم جدا في منطقة تيكساس بيسموه سدن باشن شو هو او العواطف المفاجئة هالقانون بيحكي انه اذا صارت جريمة ناتجة عن عواطف هيك فجأة كلها تهيجت الحكم بيكون مخفف جدا يتراوح بين سنتين وعشرين عام بيعطوا امثلوا على هالقانون انه مثلا احد الازواج شاف زوجته في علاقة حميمة مع شخص غريب هنا اذا قتلها تعتبر جريمة سدن باشن وبيكون حكمه مخفف ما بعرف انا هالنوع من الاحكام بذكرني بجرائم الشرف في بعض الدول العربية واللي تقريبا الغيت في معظمها على كل حال بينجح المحامي في هاي المحاولة ويحكم على فرانسيس بالسجن لمدة عامين فقط المحاكمة بتكون عاطفية جدا فرانسيس بتبكي بطريقة اوفر وبالطالب هيئة المحلفين انهم ما يحكموا عليها بحكم مشدد لانه هي بتحب زوجها جدا وما كانت ممكن تفكر انها تقتله وبتعرفوا التفاصيل العاطفية كيف انه هاي العشيقة كانت تحاول تستفزها وإلى آخره في النهاية كانت قادرة على التأثير على هيئة المحلفين واعطوها حكم بسنتين فقط لانه على الاغلب يقال انه هو حادث مش اكثر يعني ما كانت تتخطط لقتل زوجها هلا بوني بتحاول تثبت العكس والدليل على ذلك انه بتحكي هي تلقت مسج بعد ما صار الحادث مباشرة من بنتها لفرانسيس بتحكي فيها انه انا حذرتك وانتي بما معناه ما كنت يعارفة اللي رح يصير وفي النهاية هاي اللي صار حاولت تستخدمها لكن تستخدم المسج لكن كانت محاولة فاشلة خلال وجودها في السجن بيعملوا معها مقابلة مجموعة من الصحفيين وبتحكي بطريقة كثير ايموشنال عن زوجها انه هي كانت تحبه كانت علاقتها رائعة فيه لما تسألها واحدة من الصحفيات انه كمان هو كان يحبه نيه بتنكر تماما وبتحكي انه هو كان يتحاول يتخلص منها ودليل على ذلك انه هي لما حملت طلب منها انها تعمل عملية اجهض دليل على انه هو ما بده علاقة مستمرة معها وما كان يفكر في طلاقي ابدا ايضا بتحكي انه هي خلال فترة المحاكمة طلبت من المحامل خاص فيها انه ما يستخدم اي لفت سيء عن زوجها صحيح انه خانها على مدى ثلاث سنوات واصلا يقال عنه انه هو كان عنده عدة خيانات سابقة وهي كانت تتقبلها في النهاية طلبت من المحامل انه ما يتحدث باي كلمة سيئة عن زوجها دليل على انه هي فعلا بتحبه هلا لما يسألوها اذا كانت مذنبة او لا هي بتحكي انا مذنبة بشيء واحد واللي هو انه انا اخذت اليوترن ورجعت اتبعت هاي السيارة لكن انا ابدا ما قتلته الموضوع مش اكثر من حادث وانه انا في النهاية هو اللي دفع الثمن اخسرت زوجي ما رح يرجع لحياتي بعد سنتين انا رح اترك السجن لكن رح يضل داخلي شعور بالذنب انه انا كنت سبب في مقتله في المقابل العشيقة بتحكي بطريقة انه لا هي كانت قاصدة انها تقتل زوجها لانه بتعرفوا سيدة حست بالخيانة حست بالإحراج زوجها الان موجود مع سيدة اصغر منها بالعمر فاكيد صار عندها نوع من الغضب هو اللي قادها لانها تقتل زوجها بهاي الطريقة والدليل على ذلك انه لما كان يموتوا في اللحظات الاخيرة هي تركته وغادرت المكان ايضا بتحكي انه هي راك بسيارة اسكليد وبتعرفوا هاي السيارات الضخمة سهل انك تشوف الناس اللي حواليك من مختلف الجوانب دليل على انه هي كانت شايف دراجة الهارلي وزوجها عليها بينما هي فرانسيس بتدعي انه اصلا هي ما كانت عارفة انه زوجها بيتبعها وتوقعت انه بركا في واحد من الاماكن القريبة هل مين فيهم الصادقة الله اعلم في نقطة مهمة ما بحب انساها واللي هي انه بونيل عشيقة طالبت بمبلغ 2.5 مليون دولار كتعويض عن الحالة العاطفية اللي دخلت فيها بسبب الملاحقة اللي صارت لها على الطريق السريع بتحكي انه احيانا انا بكون اسوق سيارتي وفجأة بصير خايفة وفي حالة نفسية غير عادية ويمكن هاتنين ونص مليون دولار يعني هدولها خوفها والله اعلم وهلا انتهت قصتنا تقريبا بس عندي مجموعة من التفاصيل اثناء وجودها في السجن بيكون عندها محاولة للاستئناف المحامي الجديد واللي كان اسمه آدم كورتيز بيحكي بطريقة انه المحاكمة ما كانت صحيحة والمحامي ما كان جيد في النهاية هو بده يحاول يثبت من خلال المحاكمة الجديدة انه هي بريئة تماما وما لها علاقة في الجريمة وانه المحامي السابق ما استخدم عدد من الشهود اللي يثبتوا هالكلام وكانت محاولاته فاشلة وفرانسيس امضت عامين كاملات في السجن وتم اطلاق صراحة بتاريخ 7 سبتمبر من العام 2018 او يمكن من اكثر الامور اللي كانت مؤلمة بالنسبة الي هي محاولة الابن ابنها لفرانسيس واللي كان اسمه جيستن اثناء المحاكمة وما بعد المحاكمة انه يخلي والدته غير مستفيدة من الامور المادية اللي تخص الزوج بسبب الجريمة اللي نفذتها وكأنه هو بيحاول يكون المستفيد هو واخته فقط لكن طبعا محاولاته باءت بالفشل وصراحة انا حابة اعلق هالمرة لكن يعجز اللسان فعلا يعني على شو الواحد بده يعلق في النهاية رجل في الخمسينات يعمل علاقة مع فتاة في العشرينات اكيد رح تكون نهايتها كارثية بدت تهدده بلحظات هو قطاها معها معتقد انه هي لحظات جميلة هي كانت تترصد له وتسجله كل هاي اللحظات حتى تستخدمها في المستقبل ضده في المقابل الزوجة سكتت عن خيانات زوجها لفترة طويلة وفجأة وصلت لحد الانفجار وتصرفت بهاي الطريقة كان ممكن تكون النتائج اسوأ يعني كان ممكن هي تعمل حادث وتموت خلاله ففي النهاية انا بتوقع انه الحلول الافضل في امور زي هيك هي التفاهم الطلاق في حلول اكثر من انه نوصل لمرحلة الانفجار كانت هاي نهاية قصتنا لليوم بتمنى تكون عجبتكم ياريت لو عجبتكم تدعموني بلايك اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم اي فيديو جديد والى لقاء في فيديو قادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر